ما هي خوذ الواقع الافتراضي وأفضل خوذة واقع افتراضي موجودة على الساحة حالياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف خوذ الواقع الافتراضي انتشرت بشكل كبير في آخر كمسلة ولو تكلمنا عن هذه الخوذ هي مثل النظارة التي تلبسها وتعطيك نقلة إلى مكان ثاني فأنت في هذه الخوذة تنتقل إلى عالم آخر هذا العالم ترى بعيونك وأيضاً تسمع بأذانك إذا هذا الشيء مدعوم طبعاً تسمع أصوات هذا العالم ونتحدث عن خوذ الواقع الافتراضي في شركات عديدة تقدم بأساليب مختلفة فمثلاً الشركة التي تظهر لك جوال يتركب على نظارة والشركة الثانية التي تظهر لك لعبة معتمدة على خوذة الواقع الافتراضي وتتركب برضه أو تشتغل برضه بجوال ونتحدث عن ابتكارات أقوى من ناحية الأداء تكون مثل الفايف الفايف من شركة اتش تي سي نسخة الأولى كانت جيدة جداً وعطتنا نقلة نوعية في عالم الواقع الافتراضي وأيضاً في المحتوى وإنشاء هذا المحتوى الآن دعونا نتحدث عن هذه النسخة لكي نتعرف أكثر على أمور الخوذة الواقع الافتراضي أول شيء هذه هي الـ اتش تي سي فيف برو نتحدث عن النسخة الجديدة من نسخة الفايف أو من خوذة الفايف تغيرت طريقة لبسها وصارت تأتي بحزام إنوزن بحسب الرأس وأيضاً تأتي بإطار متحرك يمتلك طبقة من الأسفنج يحمي مؤخرة الرأس فصارت على الرأس أفضل وأسهل من النسخة القبل الفايف برو تتميز بسلك واحد ويأتي بنسخة جديدة من الـ Link Box الذي هو الأدابتر هذا بعكس النسخة السابقة والتي كانت فيها مجموعة كثيرة من الأسلاك وأيضاً نسخة سابقة من الـ Link Box طبعاً لكي تنتقل لعالم الثاني يريد عيونك كل واحدة لها شاشة فهنا الشاشات تطورت فشاشتين من نوع AMOLED كل واحدة منهم تعطي دقة 1600x1440 يعني دقة الشاشتين مع بعض هم 2880x1600 بيكسل للعينين معاً بكثافة بيكسلات 615 بيكسل لكل إنش وهناك معدل التحديث 90 هرتز الآن عندما تضع الشاشتين أمام عينك تندمج الصورة فأنت تشعر بالفعل أنك موجود في مكان ثاني فأنت ترى الأشياء بأبعاد ثلاثية مدى الرؤية في النسخة الجديدة هي 110 درجات ونفس النسخة الماضية هذا الموضوع لم تطور ولكن تأتي بسماعة مدمجة تعطي صوت ثلاثي الأبعاد وتدعم تقنية الصوت Hi-Res Audio على عكس الخوذة الماضية التي يجب أن تشتري لها قطعة لهذا أيضاً من HTC Vive وهذه القطعة تعطيك سماعات رائعة بسلوب رائع أيضاً الخوذة تأتي بمايكروفونين يدعمون تقنية تعزل الضوضاء التي هي Noise Cancellation نرجع للجديدة ونقول أن الخوذة تمتلك حساسين في الأمام وسوف تنبهك من الأشياء المحيطة من حولك بدون ما تشيل الخوذة من رأسك نوعاً ما ترى الأمور التي حولك بشكل أفضل إذا أحتجت وأيضاً في التنبيهات نتكلم على دعم البلوتوث يأتي مع اللينك بوكس الجديد وعشان تشبكها على الكمبيوتر يجب أن تستخدم كابل ديس بلي بورت الخوذة تدعم Vive Wireless Adapter الذي يتيح ربطها واستخدامها بدون أسلاك وأيضاً سعر الخوذة لحالة 790 دولار أي تقريباً ٢٩٣٣ ريال وإذا تريد أن تشتري الحزمة الكاملة التي تأتي معها نفس السنسورات أو لاقطات ليس كاميرات هي مثل الحساسات تلطقت الخوذة وتعرف مكانها ستكلفك المجموعة ١٣٩٩ دولار تقريباً ٥٤٤٧ ريال فإذا انت اخترت الخوذة الجديدة لديك أحد خيارين يعني تشتري الحزمة الكاملة لكي تستمتع فيها أو إذا كنت تمتلك النسخة السابقة فمجرد شرائك للنظارة خلاص هذه أمورك تمام وهي الحزمة البيسيك نقدر نقول المحتوى الآن يجب أن نتحدث عنه ونتحدث عن طريق منصة ستيم ونتحدث عن محتوى جيد وجميل وفيه تنفسية جداً كبيرة ولكن النبه أنه ليس كل شيء مجاني على نفس الفايف فيحتاج تشتري بعض الألعاب وأحياناً يكون السعرها عالية وأحياناً السعرها معقولة ولكن محتوى الألعاب وأيضاً المحتوى بحد ذاته يختلف فهو ليس فقط ألعاب مخصصة لمختلف الأعمار ولكن أيضاً فيه محتوى علمي محتوى ترفيهي محتوى استكشافي وأشياء فيديوهات 360 يعني أشياء كثيرة موجودة هنا تعيشك تجارب مختلفة مثل مثلاً تكون موجود في الملاهي قاعد تركب أحد الألعاب حق الكوسترز تجد نفسك موجود في أعماق البحر وأسماك القرش الدور من حولك فخوذ الواقع الافتراضي تقدم لنا نقلة نوعية في الترفيه وأيضاً في التعليم فأكثر من مجال تم تطويره بهذه الخوار وهذه آخرهم آخر وحدة تم إطلاقها من شركة فيف يريد لك كمبيوتر يدعم أن يعطيك صورة قوية ويكون فيه المعالجة للصور جداً ممتازة فيبغى لك يكون عندك جي تي اكس 1070 وشيء مثل هذا عندك الخصائص الدنيا والقصوى موجودة عندكم على الشاشة هذا من نفس موقع الشركة نتكلم أن الفايف سلوب جميل للترفيه ولكن هو استثمار بحد ذاته لا يمكن للناس سيرتاحه بالذات لو انت مثلاً تلبس نظارة او مايريحك تلبس جربت خوذ هذه الصغيرة حقه 360 درجة وما أعجبك الوضع بشكل جداً كامل يمكن هذه الخوذ ما تكون جداً مناسبة لك ولكن فيه أماكن في مدينتك إلا ما تقدر تجرب في هذه الخوذة وتشاهد مدى الراحة إذا ارتحت معها إذن يمكن يكون استثمار جيد لك نرجع للفايف وأختم ونقول إيجابياتها أن تحسين التصميم جداً ممتاز عشان اللبس وأيضاً نتكلم على اموليد ودعم تقنية الهاي ريز للصوت أما السلبيات فأكيد دائماً سنقول السعر عشان السعر 5247 ريال للحزمة الكاملة أكيد سعر عالي ولكن برضو مجال نظرات الواقع الافتراضي حالياً في الساحة لا أحد قادر ينافس الفايف و اشتي سي فيف برو في القدرات والإمكانيات والخصائص ولكن إذا انت اشتريتها لازم يكون عندك كمبيوتر يدعم الكمبيوتر سيكون عليك بستة بسبعة ألاف وفوق كل مكان أفضل كل مكانت الجودة أحسن نهاية الفيديو وكل فيديو مراجعة أكثر تبعون على الفايف ونفس المحتوى ولا لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب والأشياء ذي كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته